السلام عليكم مرحبا بكم أصدقائي في فيديو جديد في هذا الفيديو سنشارككم طريقة صنع شبكة الرأي بالتنقيد بدون الحاجة إلى مدخاء وباستعمال برميل فقط ومن أجل ذلك سنحتاج إلى أمبو بلاستيكي صنبور قطارات برميل أكوات جانبية وسكينة لنعمل بها يفضل أن يكون البرميل صغير الحجم من سعة 50 لتر يكون نصف هذا البرميل تقريبا وسنقول لكم في نهاية الفيديو لماذا؟ سنقوم بإحداث تقب أسفل البرميل كما تلاحظون يجب عليها أن يكون مرتفع على الأقل بـ 5 سنتيمتر على القاعد التقب يجب عليها أن يكون مناسبا للصنبور حينما نشتري الصنبور علينا أن نشتري مع هذه القطة لا أعرف اسمها باللغة العربية لكن اسمها باللغة الفرنسية كرو وهي التي ستقبل لنا الصنبور من الداخل هناك الكثير من الأنواع من هذه القطة لذلك عند تركيبها احرصوا أن لا تكون فجوة بينها وبين الصنبور وأيضا سنحتاج إلى هذه الحلقات البلاستيكية وهي التي ستساعدنا على تتبيج الصنبور بشكل جيد وتمنع تسريب الماء وبهذه الطريقة قمنا بتتبيج الصنبور في البرمي الأصدقائي وبعد ذلك قمنا بتتبيج الأنبوب على الأشجار التي نود رأيها بهذه الطريقة بعد ذلك سنقوم بإلساق القطارات في الأنبوب يجب علينا إلساق القطارات من الأسفل سنقوم بتتقب الأنبوب بمسمار بهذه الطريقة وبعد ذلك سنقوم بإدخال القطارة لكن علينا أن نضغط بقوة يمكننا الاستغناء عن القطارات ونقوم بتتقب الأنبوب فقط ولكن الهدف من القطارات هو تنظيم تصريف المياه وتستساعدنا كثيرا في حالة ما أردنا أن نوقف الري عن نبتة ونقوم بري نبتة أخرى سنقوم بتتبيج القطارة بهذا الشكل قلت لكم في بداية الفيديو أننا سنحتاج إلى برميل صغير وذلك لأننا سنقوم برفعه من أجل الضخ الجيد وأيضا سنحتاج إلى هذه الأكواد في حالة كانت لدينا منعطفات إذا وصلت إلى هنا أشكرك على مشاهدة الفيديو ولا تنسى الإعجاب بإذا أعجبك والاشتراك في القناة إذا لم تكن مشترك بك وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد وإلى هنا ينسى هذا الفيديو إلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر